هذا وتولي مملكة البحرين اهتماماً كبيراً بالتعليم العالي لما له من دور هام في دعم عملية التنمية الشاملة التي تشهدها المملكة تسعى مملكة البحرين لتطوير سبول التعليم وتحصين جودته كأحد أهم أهداف التنمية المستدامة لتؤكد دائماً أهمية العنصر البشري ومواصلة الاستثمار فيه كونه الرافد الأساسي للتنمية مملكة البحرين تولي التعليم أهمية كبيرة وخصوصاً قطاع التعليم العالي من خلال موكبة أحدث الاتجاهات الدولية وتقديم البعثات والمنح الدراسية حيث تمنح وزارة التربية والتعليم الخريجين من طلاب المدارس الثانوية في المدارس الحكومية والخاصة البعث والمنح الدراسية كل عام لمواصلة دراستهم الجامعية وفقاً للتخصص الذي يرغبون فيه ووفقاً لمعايير وشروط معينة إضافة إلى برنامج ولي العهد للمنح الدراسية العالمية الذي يهدف إلى توفير الفرص للشباب المتفوقين للتعلم في أرقى الجامعات والمؤسسات التعليمية الدولية ووقف عيسى بن سلمان التعليمي الخيري والذي يوفر الفرص التعليمية من خلال تيسير الالتحاق في مختلف البرامج الدراسية في الجامعات المحلية والعالمية وبرنامج رايات من قبل مؤسسة المبر الخليفية الذي يوفر للطلاب منحاً دراسية في الجامعات المعتمدة في مملكة البحرين وجميعها مبادرة تهدف لدعم الطلبة البحرينيين المميزين للحصول على أرقى تعليم محلياً وأقليمياً ودولياً خطط متجددة ورؤية واضحة يسير من خلالها قطاع التعليم في مملكة البحرين في سبيل تحقيق التطلعات المستقبلية وتطوير مخرجاته وفرص الارتقاء به ترجمة نانسي قنقر